النهاردة مطمئن أكتر شوية إنه كابتال حزن مهم كابتال محمد بركات هما بيشوفوا سيفيهات المدربين اللي هيتم الاستقرار عليهم فمطمن شوية إنه هيبقى فيه رؤية مختلفة أكيد وبالتالي نتائج مختلفة أكيد أكيد لعيب الكورة المثقف اللي عنده رؤية مش كتير ممكن أبقى لعيب كويس جدا بس يعني أنا لعيب كورة بس إنما في إداريات أو في اختيارات أو في تحليل لا مش شرط أبقى موهوب فميزة أن أنت عندك اتنين نفس الكفاءة حزن عنده خبرات كبيرة بركات عنده خبرات كبيرة فعلى أقل أقدر إن أنا أتكلم معاه وأوفهم منه إنما الكلام اللي بيحصل إنه مع احترامي طبعا يعني مع احترامي للأشخاص إنما ما ينفعش إنه دول اللي يختاروا اللي كانوا المدرب يعني على أنهي أساس وعلى أنهي أساس مشيته يعني أنت على أنهي أساس جبته أنا هقولك بقى على أنهي أساس جبته أنا جبته عشان أول حاجة توفير دي كانت أول نقطة تاني حاجة إنه لو أنت شفت المتشاط كده من بعيد ما أي حد هيجي يمسك المنتخب ما إحنا هنكسب غنيا وهنكسب أسيوبيا صحة ولا غلط؟ كانوا متخيلين كده؟ طبي طريق تفكير عظيمة طبعا ما هو ده اللي أنا بقوله لك إن أنت كنت متخيل إن المرحلة دي ولسه الموضوع بعيد فأنت أتلاعي هنلاعب غنيا هنا في مصر وهنلاعب أسيوبيا فما تشن في المتناول يعني ومجموعة تك ضعيفة ومجموعة تك ضعيفة كده كده هتوصل ولسه بادري على الموضوع التصفيات بتاعك يعني تفهم أصلا؟ عبال بقى ما نوصل يبقى يحلها حلال برضو ما فيش استراتيجية ولا في خطة ولا في أي حاجة خالص أنا عايز بس عدي آه أنا عايز بس عدي الست سبع شهور دول وخلاص بس إحنا وصلنا لفين بقى دلوقتي باللتعامل ده ما هو عشان عشان تفكيرك يا رب بنعدي التصفيات بالضبط عشان تفكيرك بالأول كان عامل إزاي ما هو ده بقى اللي إحنا بقوله وجود دهاب جلال خالص لأ وجود المدرب المصري في التوقيت ده صعب هل ده عشان قماشة اللعيبة بتاعت المنتخب مش الأفضل مقارنة بأجيال سابقة ولا عشان ما عندكش حسن شحة تاني ما عندكش جهل تاني لسه كنت هقولك نفس لسه كنت هقولك نفس القصة يا جماعة الناس أو المقولة اللي بتقول إن احنا ما بناخدش البطولات غير بالمدرب المصري هو مين المدرب المصري معي دي نقطة مهمة جدا مين هو المدرب المصري اللي خد البطولات سيما انت بتقولك ده كابتن جاري الله يرحمه أسطورة في الكورة من قبل ما يبقى مدرب أسطورة في التدريب من قبل ما يمسك المنتخب كابتن حسن شحة أسطورة الأساطير في الكورة وهو بيلعب أحسن لعيفة أفريقيا وأحسن لعيفة أسيا لعيب أسطورة وهو بيلعب في التدريب نفس القصة فالوضع هنا مختلف أنا لما يبقى المدرب بتاعي الكابتن حسن شحاته أو الكابتن محمود الجهري غصب عني بسمع كلامه غير لما أنا بقى كلعيب بقى حاسس في وقت الأوقات إن أنا أعلى من المدرب أو تاريخي أعلى من المدرب فأيا كان الكلام اللي بيتقال لي عمري ما هيبقى مقتنع بيه في 100% فهي دي النقطة إنه ما ينفعش أقول إنه إحنا ما بناخدش بطولات غير بالمدرب المصري أيوة لإن المدرب المصري هو مين نحن ينفعش نسك كتير أو مدربين مصريين عملوا إيه؟ لو كنت الوقت في الاتحاد وعندك سلطة إنك تاخد قرار مين لا هيكون المدير الفني ترجع كيروش ولا تبحث عن بداية الأخرى أرجع كيروش أرجع كيروش لأنها هيقرب للمسافة إنه كان موجودة قبل كده خلاص عارف اللعيبة وعارف خلاص طبيعة اللعب المصري وهجيب مدرب بورتغالي للمنتخب الأولمبي عشان يبقى فيه صغة تفاهم بالزبط كده مدير الفني بتاع الاتحاد برضو هيبقى بورتغالي عشان التلاتة هيبقى فيه كونيكشن هما دول اللي يعملوا أو يعني المدير الفني بقى خلاص هما هيتوقع يعني لما هيتفقوا مع بعض خلاص مش هتحس إن فيه مشكلة هيبقى خلاص أنت إن كل واحد عارف شغله المدير الفني بتاع المنتخب الأولمبي بي ريكميند أي حاجة للمدير الفني اللي هو كيروش بتاع المنتخب الأول مدير الفني بتاع الاتحاد بيشرف على المنتخبين اللي هم الناشئين والشباب يبقى طريقة اللعب حتى واحدة من الناشئين للشباب بتبني بالزبط كده إنه ما أنا لعيب هبتدي أجربه وهو عنده 23 سنة و24 سنة لسه هشوفها يلعب دولي ولا لأ لأ أنا لعب بقى لعب دولي من وقعه عندي 16 سنة بتاخب ناشئين بتاخب شباب بتاخب أولمبي بتاخب أول هو ده الطبيعي وإحنا خدنا بالأجيال دي لأن كلهم كده صح عمد متعد مع أحمد حسن مع حازم مع حسن عبد الربو محمد شاوي عمر زاكي ميدو كل دول منتخبات ناشئين ومنتخب شباب هو ده التدرج الطبيعي عشان كده إحنا لسه اللي إحنا كنا بنتكلم فيه بقى في اللي هي قمشت اللعيبة بتاعتنا ليه ما بقتش يعني بزبط كده لأن إحنا برضو عالدنا مشكلة ما فيش بنا أصلا أنت ما بتبنيش أنت بتروح مادد إيدك كده من فوق عايز تاخد الحتة اللي فوق دي وعايزها تبقى كويسة طب ما هو أصلا مفيش تحت هتبقى اللي فوق دي كويسة إزاي صح